إذن عن تداعيات فاجعة مستشفى الحسين التعليمي في ذيقار والغضب الشعبي المتزايد على الحكومة في بغداد ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوك هولم الكاتب السياسي عبد الكريم البياتي أستاذ عبد الكريم مرحبا بكم يعني لنبدأ من بيان مركز توثيق الجرائم في هذا البيان أرجع أسباب الفاجعة إلى الفساد والاستهداف الممنهج للمدنيين طيب إذا كانت حالة الفساد المستشري في الحكومة واضح وأيضا يتكلم عن شركاء العملية سياسية أنفسهم كيف يمكن قراءة الحديث عن الاستهداف الممنهج للمدنيين لا سيما أن الأصوات في هذا الموضوع بدأت تعلو أكثر فأكثر أستاذ عبد الكريم تفضل أخي العزيز في كل أطر بناء الدول الحديثة تكون الحكومة مسؤولة كافة جهزة بمهمة حماية أمن المجتمع من التهديدات الخارجين عن القانون لكن ما نرىه الآن في العراق أصبح ساحة حرب مفتوعة في استهداف أبنائه فأخذت الأحزاب وميليشيات لعب بحياته ومعيشة الواطن العراقي البسيط فمن أراد منهم التغطي عن ملفات فساد الوزير يستوزر أحد الوزارات قام بحريق لدائرة خدميات المواطن إليها مريضا ليخرج متعافيا بعد مشيئة الله وليس متفحما كما حدث في مستشفى ابن الخطيب سابقا ومستشفى الحسين حاليا ليبعد الأنظار عن تلك الجريمة وجريمة حرق قسم العقود لدارية في وزارة الصحة الغارق بملفات الفساد خير دليل على ذلك ومن أراد التغطي عن أي جريمة قامت فيه الأحزاب وميليشياته أحدث تبجيرا هنا وهناك لغرب لفت الأنظار إليها وجعلها حديث الساعة في الشارع العراقي فيدون أن تلك الأحزاب المشاركة في العمليات السياسية أخذت في المواطن العراقي لعوبة ورقب الضغط على الحكومة الحالية طيب أستاذ عبد الكريم هذا الاستهداف الممنهج الذي يطال المدنيين من قبل الحكومة والأحزاب وأيضا الميليشيات يعني هل يتجسد فقط في حرق المستشفيات وقتل المواطنين بالإهمال هنا ألا يعاد قتل المتظاهرين وغيرهم من الأبرياء الذين يتم خطفهم وقتلهم ضمن إطار القتل الممنهج آخر عزيز كل عمليات الخطف والقتل والتعذيب التي حدثت سابقا ولا زالت تحدث حتى الآن هي من ضمن عمليات الاستهداف الممنهج من قبل الحكومة والإشعافة فالحكومة مشتركة بهذا الفعل بصمتها عن من يقوم بهذه الجرائم والتغاضي عنه وعدم المحاسبة السريعة بمن يقوم بهذه الجرائم الميليشيات وعناصرها المنتمين لها وبالإضافة إلى ذلك الاستهداف الممنهج من قبل الحكومة في عمليات تهجير والتغيير الديمغرافي الحاصل في المحافظات المحررة وحزام بغداد التي حانت إلى مرين وبالرغم من تقارير منظمات دولية التي تدين الحكومة العراقية في تعاملها مع المواطن العراقي لكن يوجد هناك صمت دولي تجاه ما يحدث من جرائم متكررة بالداخل العراقي سيد أبي الكريم ردا على الفاجعة وتعاطي الحكومة المخجل مع هذه الفاجعة كما تعرفون خرجت تظاهرات في عدد من المحافظات والمدن تردد هتفات كهتفات تشرين وغيرها في شباط من عام 2011 تردد هتفات بإسقاط العملية السياسية لكن هنا كيف تابعتم وصول عدد من شيوخ الأنبار إلى محافظة ذيقار لتقديم واجب التعزية والمساواة أخي العزيز ليس غريبا على شيوخ الأنبار الأصلاء وكل أبناء العراق الغيارة هذا العمل فأبناء العراق لحمة واحدة وما فرقهم سابقا هو العملية السياسية وسياسيين الصدفة الحاليين وما هذه المبادرة إلا حلقة من حلقات الألفة التي تربط كافة مكونات وتواد الشعب العراقي الأصيل الذي يحمل بداخله التوادد والمحبة وما جاءت هذه المبادرة إلا تطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توازعهم وتلحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو انتباعه له سار الجسد بالسار والحمة فأبناء العراق مصابهم واحد ومصيرهم واحد برغم كل الضروب السلبية التي تمر عليهم رحم الله شهداء العراق أستاذ عبد الكريم هذا القتل الممنهج الذي يطال الأبرياء في كل العراق من وسط والشمال وجنوب العراق هل يستطيع الحراك الشعبي وقفة بإزاحة العملية السياسية وشركائها أم أنك ترى أن الأمور أعقد من ذلك بكثير يستطيع أبناء الشعب العراقي إيقافي فسلطة الشعب أقوى من سلطة الدولة فمن يأتي بالحكومات هو الشعب ذاته لكن ما حدث بالعراق هو العكس بالحكومات المتعاقبة ومنذ عام الزين وثلاثة وحتى الآن ما جاءت بالعملية السياسية الحالية وشركائها إلا بتوافقات دولية وإقليمية خارجية عن إرادة الشعب العراقي وذلك عدم مشاركة أغلب الشعب العراقي في الانتخابات السابقة وعدم إيمانه بكل العملية السياسية القائمة والسياسيين الحاليين لذلك أن تم عزق قرار الدول الإقليمية عن قرار العراق الشعبي فسوف تزع كل تلك وجوه الحاقدة على العراق وأبنائه الوصلة ويسترد العراق عافية ودوره الحضاري والإقليمي في المنطقة والعالم من ستوك هولم الكاتب السياسي عبد الكريم البياتي شكرا جزيلا لكم